السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المزنبات أثناء حركتها وعلشان كده البعض بيسموا المزنبات بأقارب الكواكب والكواكبات ومن السمات الرئيسية للمزنب هي أن الجليد أو التلج ده بيكون واخد حيز كبير جدا من كتلته ودي طبيعة خاصة بهم هما مختلفة عن غالبية الأجسام التانية الموجودة في الفضاء والمزنبات موجودة في نظامنا الشمسي عادي وبالدور حوالين الشمس ومصار حركتها قد يكون عشوائي وقد يكون في شكل قطاع ممكن يكون بيضاوي زيه زي الكواكب التقليدية لكن ده ما يمنعش أن في عدد تاني كبير من المزنبات بيمر عبر المجموعة الشمسية مرة واحدة بس وما بيمرش منها تاني أصلا أهلا بيكم أنا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول من حوالي خمسين سنة ظهر فجأة في محيط المجموعة الشمسية مزنب ضخم أطلق عليه اسم شو ميكر ليفي ناين أو شو ميكر ليفي ناين المزنب ده كان جاي من أطراف المجموعة الشمسية ومتجه بقوة نحية الأرض والشمس وكأنه في نيته أن يضمر أي حاجة تيجي في وشه لكن لحسن حظنا ربنا سبحانه وتعالى خلق في نظامنا الشمسي حارس ضخم أملاق اسمه كوكب المشتري أثناء اندفاع شو ميكر ناحيتنا عدى بالصدفة من جنب المشتري وتقدر تقول كده المشتري خده تحت باطه استنه لما يقرب منه بمسافة مناسبة واللي تم تقدرها بحوالي 40 ألف كيلو متر ورح شادد المزنب ناحيته وأجبره أنه يلف حواليه ويخليه تابع لي وعلى مدار عدة سنوات جاذبية المشتري فتت المزنب ده قدر الإمكان وتفكك المزنب لجزئين وبعدها اتحول المزنب لسلسلة ضخمة من الصخور الأملاقة اللي قطرها بيتراوح من 2 كيلو متر ل3 كيلو متر ومع حلول الفترة من 16 ل 22 يوليو من عام 1994 بدأت الصخور دي تنزل زي المطر على سطح المشتري بسرعة مهولة تخطت ال60 كيلو متر في الثانية الواحدة وأحدثت على سطح المشتري ندوب وفراغات عملاقة بيتم رؤيتها بسهولة من على سطح الأرض من خلال التلاسكوبات واستمر تأثير الصدمات دي في الغلاف الجوي هناك لعدة أشهر لدرجة أن الندوب دي في وقتها كانت بارزة أكثر من البقعة الحمراء العظيمة الموجودة على سطحه واللي تعتبر أضخم إعصار في المجموعة الشمسية واللي بتميز سطح المشتري عن أي كوكب تاني اللي رصد السيناريو ده بقى للمرة الأولى كان الجيولوجي الفلكي الأمريكي يوجين ميرل شوميكر وزوجته كارولاين شوميكر واللي لما رصدوا وثقوا حدث الاستضان ده عملوا ضجة شديدة في وسائل الإعلام والحدث ده صلت الضوء داخل المجتمع العلمي وقتها بأهمية كوكب المشتري للمجموعة الشمسية ودوره المهم في تخليص الأرض والكواكب التانية الصغيرة من خطر استضام الجسيمات بسطحهم وفي عام 2009 ظهر الدراسة كان مفادها أن لو كوكب المشتري ما كانش موجود في المجموعة الشمسية وكان موجود مكانه كوكب صغير زي الأرض مثلا كان زمان الحياة على سطح الأرض أبيدت من آلاف السنين في عام 1995 ميلادية كان الفلكي توماس بوب خارج مع أصحابه بالليل وبيتأملوا السماء بالقرب من مدينة ستانفيلد الأمريكية وأثناء مرأبته لعناقيد النجوم والمجرات شاف بالصدفة جسم غريب مضيء بيعدي من جنب كوكبة القوس ولما بدأ يراجع السجلات ويشوف هل المفروض يكون في جرم سماو في المكان ده ولا لأ اكتشف إنه مفيش ووقتها أدرك توماس إنه اكتشف مزنب جديد وقرر إنه يرسل برقية للمكتب المركزي الفلكي علشان يعلمهم بتفاصيل الأمر اللي استلم البرقية بقى دحق جدا نظرا لكونها وسيلة بداية جدا في التواصل وما بقاش لسه في حد بيستخدمها ده غير إنها أصلا خدت وقت طويل على ما وصلت وفعلا في الوقت اللي وصلت فيه البرقية من خلال البريد كان فيه شخص تاني أرسل حوالي 3 رسائل إلكترونية حكى فيها عن نفس الواقعة وأرفق الإحداثيات اللي شاف فيها المزنب والشخص ده كان الفلكي ألان هيل وعلشان كده تسمى المزنب فيما بعد باسم هيل بوب نسبة للاتنين ألان هيل وتوماس بوب والغريب بقى في المزنب ده إنه فضل ظهر في السماء لفترة تعدت إلى 18 شهر وبناء عليه كان في الصدارة لأطول فترة تم مشاهدة مزنب فيها بالعين المجردة وكان بيلمع أكتر من أي نجمة في السماء باستثناء نجمة الشعر اليمانية وعلشان كده تم تصنيفه بأنه أحد ألمع وأوضح المزنبات اللي ظهرت في القرن العشرين ولما تم البحث عن سبب لمعانه الشديد ده اكتشفوا إنه راجع لحجم المزنب الضخم المزنبات التقليدية بيكون قطر نواتها في العادة بيتراوح من كيلو وستمائة متر لتلاتة كيلو ومئتين متر المزنب ده بقى قطر نواته كان أربعين كيلو متر وعلشان كده كان بيتم مشاهدته بوضوح حتى من المدن المضيئة وقدر يهرب مزنب هيل بوب من جاذبية كوكب المشتري ومر مرور الكرام بدون أي تصادمات تسكر داخل المجموعة الشمسية في يناير عام 1996 مر مزنب لامع بجوار سطح الأرض رأسه كانت أشبه بكرة متوحجة باللون الأخضر بتخفي بداخلها نواة كسيفة من الجليد المزنب من بعيد كان بمثابة نقطة زرقاء جليدية ليها زي لغازي خافت وكان ضوء واضح في السماء لغالبية دول العالم ودرجة لمعانه في بعض الأحيان فاقت درجة لمعان المزنب هيل بوب لكن بعد أقل من شهرين على ظهوره واكتشافه وتحديدا في أواخر شهر مارس بدأ المزنب ده والمعروف باسم المزنب هياكو تيك إنه يعمل حاجة غريبة جدا المزنب بدأ يقترب من كوكب الأرض بشكل ملحوظ المسافة بينه وبين سطح الأرض كانت تقريبا عشر المسافة بين الأرض والشمس واللي تعتبر أقرب مسافة يقرب فيها مزنب من الأرض على مدار القرنين اللي فاته وفضل الوضع ده فترة لحد ما قرر لسبب ما إنه يسيبنا في حالنا ويكمل مشواره لخارج المجموعة الشمسية والفلكيين بيتوقعوا إنه مش هيرجع يدخل مجموعتنا الشمسية تاني قبل سبعين ألف سنة وتم اكتشاف المزنب ده للمرة الأولى على إيد عالم الفلك الياباني يوجي هياكو تيك واللي تمت تسمية المزنب باسمه وأطلق عليها أيضا لقب المزنب العظيم لعام 96 في عام 1531 ميلادية علم الفلك والرياضيات بيتروس أبيانوس لاحظ مرور مزنب غريب في السماء المزنب كان ضخم وغير منتظم الشكل طوله حوالي 15 كيلو متر وعرضه يقدر بـ 8 كيلو متر وكان أشبه بنواة مركزية بيحيط بيها هالة أو غيمة من الغبار والجسيمات الصلبة وبينطلق منها زي لطويل من الغاز وزي لآخر من الغبار وفي عام 1607 علم الفيزياء الألماني يوهانس كيبلر شاف هو كمان مزنب غريب بيمر في السماء وأخيرا ومع حلول عام 1682 علم الفلك البريطاني إدموند هالي شاف هو كمان مزنب غريب بيمر في السماء لكنه لما رجع السجلات التاريخية بقى بدأ يربط النقط ببعضها أدرك إن المزنب اللي شافه ده هو نفس المزنب اللي يوهانس كيبلر شافه وهو برضو نفس المزنب اللي بيتروس أبيانوس شافه وتنبأ بإن المعاد التالي اللي المزنب ده هيمر فيه من خلال سماء الأرض هيكون في عام 1758 وقال إن المزنب بيستغرق حوالي 76 سنة علشان يتم دورة كاملة حوالي الشمس وبالفعل مع حلول عام 1758 مر المزنب من سماء سطح الأرض مرة تانية لكن إدموند هالي للأسف ما الحقش يشوفه لأنه مات قبلها بحوالي 16 سنة ونظراً لاكتشاف إدموند هالي للمزنب وأنه هو أول شخص أثبت إن المزنبات بتدور حوالين الشمس تمت تسمية المزنب الشهير باسمه وأصبح المزنب مزنب حالي أحد أشهر وأقدم المزنبات في التاريخ الحديث وأولى الخطوات اللي أخذناها لدراسة المزنبات وخصوصاً المزنب هالي هو إننا التقطنا بعض الصور ليه من على سطح الأرض أثناء مروره لكن بعد كده بقى الموضوع اتطور تدريجياً وقدرنا نحصل على القطاط من خلال التليسكوبات والأقمر الصناعية وقدر العلماء إنهم يتتبعوا المزنب وهو بعيد عن سطح الكوكب وتم إرسال أربع مركبات فضائية حلقت بالقرب منه ومدتنا بالمعلومات عن طبيعته وتركيبه الكيميائي بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا إنتوا أجدع ناس اعملوا لنا لايك بقى بنتخرجوا علشان نعرف كام واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات أغلب الحالة اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام